لضمان السلامة الكاملة لتسليم المساعدات إلى حلب ستقام اعتبارا من الخميس منافذ إنسانية بين العاشرة صباحا والواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي خلال هذه الفترة تتوقف جميع الأعمال العسكرية بما في ذلك المدفعية والغارات الجوية ونظرا للظروف الراهنة تتضافر جهودنا مع القيادة السورية ونحن على استعداد لتحقيق تسليم آمن للمساعدات الإنسانية للمقيمين في حلب وإجراء مناقشة بناءة مع جميع الأطراف المعنية بترتيب هذه الأمور بالنسبة لإعلان روسيا هدنة في حلب لقد أجرينا نقاشا مطولا بهذا الشأن في فرق العمل الإنساني أولا نحن في الأمم المتحدة لم تتم مشاورتنا بهذا الأمر ومما سمعناه من منسقنا في دمشق فإن ثلاث ساعات لا تكفي نحن نتطلع إلى هدنة لـ 48 ساعة فلكي تكون قوافل المساعدات قادرة على العمل بشكل فعال فإن المدة الزمنية يجب أن تكون مناسبة سأنظر في أي مقترح يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية فهذه أولويات الوحيدة لكننا دعونا إلى هدنة لـ 48 ساعة أسبوعيا بسبب حجم الاحتياجات الإنسانية في حلب كلها بجزئيها الشرقي والغربي وهو ما تطلب تأمين خطوط إمداد في الاتجاهين الـ 48 ساعة تعني أن بإمكان سائقي الشاحنات الدخول وإفراغ حمولتهم بطريقة منظمة ومن ثم الخروج هذه مسألة تقنية وعملية بحتة وعندما يعرض علينا ثلاث ساعات فما الذي يمكن تحقيقه؟ هل هو تأمين الاحتياجات كاملة أم مجرد جزء صغير جدا منها؟ من المفيد التقاء جميع الأطراف لإيجاد الحل في سوريا وستتم مناقشة الملف السوري إضافة إلى العلاقة الثنائية ونحن دائما طالبنا إيران بالتخلي عن مفهومها المذهبي وأن تتبع مفهوما إيجابيا وبناءا وخاصة في موضوع إيقاف القتال والمساعدات الإنسانية والحل السياسي وإذا كانت إيران إيجابية في هذا المجال فإن دورها سيكون مهما هذا ما قلناه لهم من قبل وسنكرر ذلك خلال لقاء يوم غد ويجب على الجميع أن يقوم بما يقع على عاتقه لإحلال السلام الدائم في سوريا نحن ننظر في تقارير تشير إلى استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في حلب نحن نأخذ هذه التقارير على محمل الجد وندين أي استعمال للأسلحة الكيميائية كما كان الحال عليه في المرات السابقة نعبر أيضا عن قلقنا من تصعد وطيرة مزاعم استعمال هذه الأسلحة خلال الأسبوع القليلة الماضية واستخدامها من أي طرف في سوريا سيشكل انتهاكا للمعايير والاتفاقيات الدولية واستخدام هذه الأسلحة من جانب قوات الأسد كما تزعم التقارير الأخيرة في سراقب وحلب سيشكل انتهاكا لهذه الاتفاقيات ولقرار مجلس الأمن 2118 كل التنسيق الذي يحدث يتم مع الحكومة العراقية ومن خلالها ولا ننسق مع أي جهة أخرى إلا من خلال بغداد ويتم التنسيق بين شركائنا في التحالف الدولي ولكن أيضا يتم ذلك بالتعاون مع حكومة العراق وليس لدينا تنسيق مع الإيرانيين في العمليات بأكملها وكل القرارات لأي دور تلعبه قوة التحالف هي قرارات عائدة لحكومة العراق عندنا دواعش في السياسة وأنا أقولكم وعندنا دواعش في الإعلام وعندنا دواعش في الاقتصاد وفي كل مكان الفاسدون يخدمون الدواعش الذين يقلبون ويشوهون الحقيقة يخدمون الدواعش ويخدمون الأرهاب الدواعش يحاولون أن يخلقوا حالة من الخلاف الداخلي ومن السلبية أن لا نتمكن من متاردتهم والتغلب عليهم كان هناك تواصل موزير خارجي الفرنسي مع رئيس المجلس الرئاسي وكان في تأكيد من فرنسا أن فرنسا حريصة على أن تكون على تواصل دائم مع الحكومة حكومة التوافق والمجلس الرئاسي وأنه لن يكون هناك أي تدخل فرنسي بأي شكل نشكال إلا عن طريق حكومة التوافق الوطني والكل يرى ما يحدث في سرط أن معركة سرط هي معركة أجمع عليها كل الليبيين في تحرير المدينة من داعش وأن أي طلب لأي مساعدة سواء كانت استشارة أو مساعدة عسكرية مباشرة لابد أن تكون من خلال حكومة التوافق الوطني نظرا لعدم وجود توافق ولعدم استناد لأي مرجعية دستورية أو من المبادرة أو من أي قوانين فإن هذا الاجتماع يعد باطل وهذا الاجتماع مخالف لكل النصوص وهو جزء من العملية الإنقلابية لكل من سيشارك فيه سيكون طرف في هذه العملية الإنقلابية إذا شاركوا نحن نتوقع بأن أغلبية مجلس النواب لن يشاركوا في هذا الاجتماع لأن هذا ليس إلا فعل سياسي إنقلابي ليس له مشروعية ولا يمثل مجلس النواب ولا يمثل هذه السلطة التشريعية باطل دستورا وقانونا في الظروف الطبيعية لو اجتمع مجلس النواب بالثلاثمية العضو واحد بما فيهم الأموات لا يحقوا وبدون وجود آلية تنفيذية أو مبادرة خاليقية لا يحق لهم أن يغيروا شكل رئاسة فهذا طعن في عضوية من سيحضر هذا اللقاء ولا أعتقد أن عاقلا سيرضى أن يلطخ تاريخه ويسيء لعضويته وللقسم الذي أقسمه ولن يكون منه شيء لأنه ما بني على باطل فهو باطل فما بالك والمرحلة مرحلة توافق جمعي وليس توافق نسبي ترجمة نانسي قنقر